وفي ردود الفعل الشعبية خرج عشرات المحتجين في البحرين في مظاهرة منددة بإعدام السلطات السعودية للنمر حاملين صورا لها كما دعا نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات في البحرين وقال شهود عيان أن الشرطة البحرينية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين لتفريقهم وخرج العشرات من سكان منطقة القطيف بالسعودية في مظاهرات منددة بإعدام النمر وفقا لروايات شهود عيان